منشغلون بهذه الدنيا ولكن هناك شيء يقترب منا هناك شيء لابد أن نواجهه ونلتقي معه في آخر ثانية من حياتنا الدنيا وهو الموت نحن نسير باتجاه الموت أحبتي في الله يجب أن نفكر بهذه الطريقة الآية التي أحببت أن أتوقف معها اليوم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سوف تجد أعمالك مثل فيلم سينمائي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ستجد عملك الآن وأقوالك وأفعالك أخي الحبيب تجدها مجسمة أمامك يوم القيامة تجدها أمرا واقعا كل كلمة تخرج من فمك يجب أن تتخيل أن هذه الكلمة ستبقى محفوظة إلى يوم القيامة في سجلات خاصة هناك ملائكة تحفظ تحفظ عليك كل كلمة وكل حركة وكل شيء تقوم به قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إذن الآية تتضمن شيئين الشيء الأول يجب أن تعلم أنك تسير باتجاه الموت وأن ملك الموت بانتظارك لا يعلم أحدنا آخر ثانية من حياته متى ستكون لا أحد يعلم لذلك أيها الأحبة يجب أن نستعد لهذه اللحظة كيف أستعد إذا كانت أعمالي سيئة وكنت منهمكا في ملذات الدنيا لابد أنني سأخاف من الموت وسأعاني من وسواس الموت ورهاب الموت وسأصاب بحالات اكتئاب عندما أفكر بالموت وحالة خوف طيب لماذا؟ لماذا الأمر طبيعي أخي الحبيب أنت تسير باتجاه الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ستلتقي معه أنت الآن تسير باتجاه هذه اللحظة لذلك جهز نفسك لكي تتجنب المفاجأة الآن نحن إذا كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي لمدة ساعتين مثلا تجد أحدنا يسرع ليشحن موبايله ليقوم ببعض الاستعدادات إذا كان هناك انقطاع للماء مثلا يقوم بالاستعداد لفقط يتفادى ساعة أو ساعتين وسيقوم بوضع طبيعي بعدها طيب أنت الآن في انتظار اللقاء مع ملك الموت وستكون آخر لحظة من حياتك الدنيا لن ترى النور ولن ترى أي شيء من هذه الدنيا ستصبح حياتك في عالم البرزخ عالم جديد عليك طيب ألا أجهز نفسي أغفل عن هذا العالم وأجلس وحتى أنتظر المفاجأة إذن أيها الأحبة هذا الشيء الأول الشيء الثاني ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يعني الموت حق على كل الناس ولكن الشيء الأهم أنك سترد وتنبأ بكل أعمالك وكل أفعالك وكل أقوالك وكل ما فكرت به حتى كل فكرة تخطر ببالك سوء الظن ستنبأ به يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ستجد هذا الظن السيء أمامك يوم القيامة ستجد الكلمة النميمة التي خرجت من لسانك على أخيك المؤمن ستجدها أمامك أمام الله يوم القيامة طيب لماذا لا أستعد لذلك اليوم وأبدأ منذ هذه اللحظة بالكلمة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة لماذا لا أتصدق بهذا الكلام الطيب لماذا لا أختار أفضل السلوك وأفضل التصرفات لماذا لا أحب الخير للناس لماذا لا أؤثر الآخرين على نفسي إذا كان هناك خير أؤثر أخي المؤمن أو أخي في الإنسانية على نفسي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لماذا لا تكرم جارك لماذا لا تصبر على زوجتك لماذا لا تصبر على أبويك المسنين إذن أخي الحبيب يجب أن تتخيل معي لكي لا أطل عليك هذه الآية أحفظها رجاء تذكرها بشكل دائم وابدأ منذ هذه اللحظة عندما تريد الكلمة السيئة أن تخرج من فمك تذكر أن هذه الكلمة ستسجل وتحفظ وتراها أمامك حاضرة يوم القيامة أي عمل فيه خير أسرع يعني خزن رصيد رصيد يوم القيامة الكلام الطيب الصدقة فعل الخيرات مساعدة الآخرين للأسف فقدنا حب الخير للآخرين أحدنا إذا لم يكن له مصطحة مع الآخرين حتى لا يرد على التليفون كثير من الناس للأسف خزن أعمال صالحة قدر ما تستطيع لأن الرحلة طويلة لقاء ملك الموت صعب إلا المؤمنين طبعا تبشرهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن أخي الحبيب تذكر هذه الآية رجاء واحفظها وتفكر فيها عسى أن تلقى الله وهو راض عنك يقول تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته